اهلا بكم الى موجز اخبار الان اكد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون ان مبيعات الاسلحة الامريكية الى السعودية التي اعلن عنها اليوم خلال زيارة رئيس الامريكي دونالد ترامب الى المملكة موجهة ضد التأثير الايراني السيء في الشرق الاوسط ودعى تيلرسون في مؤتمر صحفي مع نظره السعودي عادل جبير في الرياض دعى الرئيس الايراني حسن روحاني بعد فوزه بولاية ثانية الى العمل على تفكيك ما اسماه شبكة ايران الارهابية وبوقف اختبارات الصواريخ الباليستية من جهته اعلن الجبير ان السعودية والولايات المتحدة توصلتا الى اتفاقات في مجالات عدة من بينها التسليح وبلغت قيمتها اكثر من ثلاثمائة وثمانين مليار دولار اعدم تنظيم داعش امس تسعة عشر مدنية من بينهم طفلان وامرأتان في قرية تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور شرق البلاد وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان وبحسب المرصد فقد تسلل مسلحو التنظيم المتطرف الى قرية جزرة البوشمز في ريف دير الزور الشمالي الغربي المحاذي لمحافظة الرقة حيث اعدموا المدنيين وخطفوا ثلاثة مقاتلين من مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية قبل ان ينسحبوا فجر اليوم بدأت عملية اجلاء الدفعة الاخيرة من مهجري حي الوعر في اطار التفاق اتفاق اخلاء الحي من المعارضة المسلحة ومعظم ساكنيه تزامنا مع دخول الشرطة العسكرية الروسية لمناطق من الحي بالتنسيق مع المعارضة المسلحة وتحد هذه الدفعة هي الاكثر عددا بالمقارنة مع الدفعات الاحدى عشر السابقة حيث من المتوقع يبلغ عددها نحو ستة الاف مدني اكد الرئيس الايراني حسن روحاني الذي فاز بولاية ثانية بحصوله على 57% من الاصوات اكد ان شعبه اختار طريق التوافق مع العالم ورفض التطرف واضاف روحاني الذي حصل منافسه الابرز المحافظ ابراهيم رئيسي على 38.3% من الاصوات اكد ان الشعب الايراني يرغب في العيش بسلام وصداقة مع بقية العالم ولكنه لا يقبل باي تهديد او اثلال اطلقت شركة واسهب تحديثا جديدا يحتوي ميزة من شأنها ان تسمح للمستخدمين بتثبيت المحادثات المختارة في اعلى القائمة حتى في حال تلقي المستخدم رسائل عديدة من المحادثات الاخرى وذكر المصدر ان هذا التحديث اطلقته الشركة كمرحلة اولى لمستخدمين نظام تشغيل اندرويد وسيتمكنون من تحميل التحديث خلال الايام القليلة القادمة لكن مستخدمي ايفون سوف يضطرون الى الانتظار لفترة اطول قليلا الى 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 الانتظار